مركز وحدة التلقيح الصناعي بالعباسي صح كدا يا دكتور انا قلت كدا صح وحدة التلقيح الصناعي بالعباسي دعنا ب 급التجابي دعنا اقوله في الله وانا جاي عمالها اجمع في الاسم responders يقول ازاي وما ننساش حاجة فبقول التلقيح الصناعي فالدكاترا قالولي لا اسم التلقيح الصناعي كل حاجه برضه لقى الحاج資 الدكتورة سامحة متولي مديرة الوحدة في حاجة زي ما الدكتور بركات كان بتكلم عنها اللي هي فكرة الألف مبين المجموع لما دخلنا تلقانا الدكتور بركات وشرح لنا الموقف كله وكان هو الحقيقة متولي العملية التنورية بتاعت الوحدة وبعدين بعد ما خلصنا قال لي لا احنا ما نتجاوزش الأمور لازم الدكتورة ساميحة متولي مديرة المركز لازم أو مديرك الوحدة لازم تقول لي دادلوها في الأمر لأنه دي مش تعليمات بقدر ما هي حالة حب بتاج معنا كلنا برحب بحضرتك الأمر ومتشكرين إن إحنا جينا بس هرفع المايك متشكرين إن إحنا جينا ومتشكرين كمان على الحالة المحترمة اللي ما بين الدكتورة والدريل نعم هو فعلا زي ما حرارتك بتقول يعني إحنا في بنحب المكان كلنا حب المكان بيخلينا إن نعمل منتج عالي الجودة وزو صفات كويسة طيب هقولك على حاجة بس مش للضحك والله أنا بحس إن البهيمة أو البقرة أو الدكتورة بركات كان بيتكلم على بعض الحاجات كده اللي أنت ونجحت وننت جموها كان علي بحالة حب طبعا ساعات بحس كده إن البهيمة نفسية فرحانة يعني إما تحس إن الرجل اللي قدامها أو الشخص اللي قدامها رفيق بها يعني فحس إن الحالة دي حتى جاية مع الحوالي لا هو لما يكون إحنا كويسين مع بعض والشغل يعني فيه تعاون أكتر بيبقى المنتج بتاعنا أحسن مجودة أعلى طيب انتو ناوية تروح على فين بالوحدة إحنا عايزين ناخد الأيزة إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله كم سنة كده عنا ما ده كم سابقا الله مستعين ربنا يستهل إن شاء الله بإذن الله يعني على ثلاث سنين صح دكتور إن شاء الله ثلاث سنين حينيبقى مليون رس بإذن الله لنأتي لحضرتك كمتى عشان نكون تخطينا لـ 500 ألف بعد سنتين كده إن شاء الله يعني وعد حضرتك بس دينا تليفون إحنا عدينا لـ 500 ألف من فضلك تعالوا شاركوا معنا يا حزي الله بإذن الله يعني ده منتظرين بإذن الله إن شاء الله لو الكلام اللي قالوا دكتور بركات ده وإنتوا خدتوه جوه المركز كده في إطار محدد وقلت واحد اثنين ثلاثة أربعة وطلعتوه كتوصيات من جوه المركز ومن جوه الواحدة هل ده صعب؟ لا طبعا طب وليما بيطلع شي يعني في ظل الوضع المركز من ألف سمية خمسة سبعين الواحدة ليه ما بنطلعش توصيات في هذا الأمر تطلع للقادة السياسية وتطلع للفلاح تطلع مطلع مطلع سؤال أخير أنت حضرتك عايزة تروحي بالوحدة أجير حديثين؟ عايزين نرتقي بها الأحسن مستوى طبعا وتحقيق الاستهداف الرئيسي لتحسين السلالات على مستوى الجمهورية يعني بعد سنتين أرجع وأكد على حضرتك بعد سنتين هنشوف الانتاج ده وهنشوف التوصية دي واضحة كده ومنفذة إن شاء الله يتشوفها بإذن الله إن شاء الله يعني سنتين سنتين إن شاء الله بإذن الله حضرتك أحسبها من دلوقتي عالفين ستة وعشرين لا إن شاء الله بإذن الله إحنا أولا شكرين لحضراتكم وشكرين لجهدكم وشكرين لتعافكم دكتور بركات محمد يعني أنا استفدت كتير جدا من كلام اللي قالوا الدكتورة ساميحة متولي مديرت الوحدة كل المجموعة اللي بتشتغل هنا في شكل محترم في شكل من الود والأخوة في سبيل إنه التارجة اللي هم عاوزين يوصلوا لي في الفترة الجاية أعتقد هيكون في ظل هذه الروح أعتقد هيكون متحكم بإذن الله بشكر حضراتكم شكر جزيل من هذا المكان إلى مكان آخر بإذن الله اشتركوا في القناة